البارح سينابيل بن عم هبط النتائج متع صبر الأرى وحكي عليها في قناة كرتاج وعطى أرقام تحتاج القراءة احنا نحاول نسمع التقديم وهو للأرقام ثم نقوم بالتعليق عليها حاتم لأن نعتبرها مهمة على مستوى الدلالات وتفرض القراءات كل بساطة إذا كان الانتخابات الرئاسية تكون غدوة أنا الشخصية السياسية أن يتنتخبها نلقوا في صدارة رئيس قاي سعيد نسبة 68.7% هي تقريبا نسبة يعني زادت نقطة بالمقارنة مع شهر فيفري ثم نلقوا في المرتبة الثانية سيد عبي رموسي 8% ثم صافي سعيد 7.6% ثم فاضل عبد الكافي 4.8% ثم المصف المرزوقي نلقوا 4.1% وشخصيات أخرى 2.7% نلقوا رشد الغنوشي 1.6% لطف المراحي 1.4% ومحمد عبد 1.1% تقريبا نفس الترتيب اللي تحصلنا عليه في شهر فيفري ثم الموازين تقلبت ما بين المرتبة الثانية والثالثة عبي رموسي صافي سعيد في شهر فيفري كان صافي سعيد هو الثاني عبي رموسي الثالثة اليوم تقلبه وفي تقريبا نفس النسب ثم الباقي الرباع هو نفسه يعني قوى فاضل عبد الكافي في المرتبة الرابعة والباقي تقريبا هو نفس الترتيب الواضح لنا وأنه ثم الشخصية تبرز وشخصيات القرين في فارق كبير نوعا طبعا السابر هذا معلاش مهم نعتبر أولا بدأ الحديث عن استحقاق رئاسي في سنة 24 معناه بحكم أنه أكثر من المرة يخرج معناه مسؤولي هيئة الانتخابات ويقولوا دستوريا قانونيا يعني على كل المستويات الاستحقاقات القادم سيكون في 24 باعتبار العهدى متاع رئيس جمهورية تنتهي في ذلك التاريخ وبالتالي هناك استعداد حتى على المستوى النفسي عند الناس أنه ثم محطة قادمة تكون فيها الانتخابات الرئاسية ما زال يحافظ قي سعيد على الصدارة ولكن بمسافة لأنه في فترة معينة بدنا نسمعه أن هناك عمليات سبر أرام بعض المؤسسات المختصة في هذا المجال ما نشرتش هي نتيجة سبر الأرام ولكن سمعنا كثير من الحديث قرهوا قي سعيد 37% يبروز شخصيات جديدة يسمعوا على عبتي في مكي يسمعنا اسم حاتم مليك يسمعنا بعض الشخصيات هذوم الكلام الآن في مستوى الصدارة يعني في مستوى القائمة الأولية ملقناهم شقنا تقريبا نفس الشخصيات التقليدية اللي موجودة على القائمة اللي نعاشنا معها تقريب ثلاثة أو أربع سنوات متى تالية نلقاوا عبير موسي صافي سعيد منصف المرزوقي فاضل عب الكافي تقريب هذوم اللي مثلوا الصدارة ما بعد الصدارة الأولى اللي هي بأرقام وبمسافة لماذا يحافظ رئيس جمهورية على هذه المسافة في مستوى سبر الأراء عند الناس طبعا ديما اللي في الحكم عنده أسبقية هذا مشكونوا موضوعين ومعناها على مسافة من كل وضع كل من يحكم ديما عنده نقاط سابقة على الجميع يبقى أنه في المقابل هل نملك معارضة قادرة على أن توازي شعبيت رئيس جمهورية وتصارعوا على هذه المحطة القادمة يبدو لحد الآن هذه الأرقام مش تقول يعني على مستوى سبر الأراء بس أنه ما عندناش شخصية اللي هي تمشي بالموازي مع رئيس الجمهورية ثم مشكل في هذا الجانب ملقناش شخصية الجديدة اللي ممكن تجمع كل هالأرقام المشتتة اللي واحد عنده أربع لأخر ثلاثة لأخر اثنين لأخر خمسة لأخر سبعة لأخر غيرها ما هوش موجود بقاها رئيس جمهورية فايت على الرغم من أنه في نفس الوقت ويطرح الناس سؤال أنه الأوضاع الاقتصادية متداورة أنه المقدر الشرائية منهارة أنه مشاكل البلاد على المستوى التشغيلية وعلى المستوى يعني المسائل الاجتماعية وغيرها ما هي شباهية هذا الناس كل تقر وتعترف به ولكن ما زال يحظى رئيس جمهورية بهذه الثيقة اللي تطرح نقاط استفهام على القوى السيسية اللي تختلف معه على الرغم من هذه المحطات اللي كما قلت لك ما هي شباهية في حياة التوانسة المدهذية الكل معناها تعبين ويعيشوا وإحنا سمناهم في مرتبة المناظرين والمجهدين على حياتهم اليومية ما زال ثقة في رئيس الجمهورية أكثر من المعارضة يعني ما زالوا يعيشوا على وقع أن المعارضة هذه جربت وفي المشهد السياسي بصفة عامسة وكانوا يوصلوا صدارة الحكم أو كانوا في منظومة الحكم في مجلس نواب الشعب أو في المنظومة السياسية الكل ما زال الشعب التونسي ما يحنش إليهم وهذا يجب يدرشوه في الاعتبار قبل ما يوجهوا سهام النقد توجه رئيس الجمهورية وسياساته يجب توجه السهام النقد إلى ذواتهم لإصلاح أولا وضعيتهم في علاقة بالشعب التونس إجراء الرئيس لهذه المفاوضات اللي فيها منسوب كبير من منطق السيادة والتحدي لخيارات صندوق النقد الدولي ولمحاولات الأوروبيين توطين الأفارقة في تونس وطبيعة الردود الفعل أعتقد عندها دور وهذا يفسر مثلا وجود النزعة من الخطاب الوطني أو الخطاب السيادي اللي خلى هو بدوره وجود صافي سعيد على الدوام وعبير موسي موجودين في سبر الأراء لأنهم تقريبا يتمهو في نفس هذا الخطاب اللي هو خطاب السيادة الوطنية ومواجهة الاستعمار ومواجهة الآخر ومواجهة المؤامرات الدولية في المنطقة هذا الخطاب يحبوه الناس روح على الرغم كما قلت لك على المستوى الواقعي لا نرى انجازات مادية فعلية لتغيير حياة الناس وجود فضل عبد الكافي كذلك كمعطى تقريب في هذه القائمة اللي يتجاوز فيها كثيرا المرزوقي والمرائحي ومحمد عبو اللي كانوا شخصيات سياسية موجودة في فترة معينة في الحياة السياسية رجل غنوشي حافظ تقريب على نفس الرقم طيلة السنوات الكل يعني الغنوشي من الشخصيات الفاعلة سياسيا في فترة عشر سنوات تقريب من أبرز الشخصيات اللي يتباو بعض الباجي قايد السبسي ومع ذلك في مستوى سبر الغنوشي ما استطاعش يخرج من دائرة الواحد في المية نعم هنا ملاحظة يمكن العابرة أنه نلقى الغنوشي هو في السجن موجود في نواية التصويت ولكن حتى بواحد في المية موجود بينما تم شخصيات البر ما هيش موجودة بطبيعة الحال فما أوسي مطلوب للعدلة لكن ما هوش في السجن منصف المرزولي موجود زادة في موجود صنداج هذا متع امراض كونسولتي وباربع فصل واحد موجود تحسن على أرقام السابقة هل التاريخ يعيد نفسه ومش نلقا سيد رئيس الجمهورية إذا كانت تصير الانتخابات الآن معناها فما هو طريق مفتوح الآن طريق مفتوح ما يسحق للدوزيام تور لكن في الليامات القريبة القادمة تولي اندوزيام تور مع حد موجود في السجن ولا مطلوب للعدالة هل التاريخ يعيد نفسه على نفس اللي عشوها في 2019 ونبقى في المتابعة بطبيعة الحال